أفد ناشطون السوريون بأن نحو خمسة ألاف مسيحي أشوري نزحوا من قراهم في شمال شرق سوريا بعد أن اختطف تنظيم داعش العشرات من أبناء العائلات الأشورية إثرى هجوم على قراهم في ريف الحسكة قال السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي الأشوري روميو هاكاري إن مسلحي داعش اختطفوا ما بين 90 و150 شخصا من قرية تل شاميرام الواقعة في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة من جهة أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره لندن أشار إلى اختطاف عشرات الأشوريين من قرية تل هرمز القريبة